ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاجتماع السادس لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية وذلك بمقر اللجنة الأولمبية بضحية السيف ورحب سموه بجميع العضاء مشيدا من الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة العامة وجميع الأجهزة التنفيذية باللجنة الأولمبية في سبيل دعم ورعاية الحركة الرياضية هذا وقد خرج الاجتماع بالعديد من القرارات الهامة حيث وجه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لإعداد دراسة لإنشاء مستشفى رياضي يحتوي على كافة التجهيزات وإطلاق مركز معلومات للرياضيين كما وجه سموه لإطلاق برنامج خالد بن حمد لمنح نخبة الرياضيين وخلال الاجتماع قدم الأمين العام للجنة الأولمبية سعادة السيد محمد حسن النصف شرحا تنفيذيا مفصلا عن آلية العمل المقبلة في اللجنة لتطوير العمل الإداري والمالي وأهم التدابير التي تم اتباعها لخفض المصاريف التشغلية واستقطاب الشركات الداعمة للمشاريع بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة الأولمبية لإقامة علاقات استراتيجية مشتركة مع مختلف اللجان الأولمبية الدولية